على مدار أربع معارك انتخابية نحن ننظر إلى دولتنا وهي تدمر نفسها وتضعف نفسها وتفقد قدراتها على العمل وزاراء متخاصمون وحرائق كنس ومواجهات وأعمال شهب وهرب هارب من المسئولية في الجرائم الكثيرة وبدل من قيادة الدولة الوسيلة هي توجيه التهم إلى الطرف الآخر والقاء المسئولية على الطرف الآخر قبل 2000 عام أضعنا دولتنا اليهودية بسبب النزاعات الداخلية هذا لن يحدث مجددا لن يحدث بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل هي غير مسبوقة على المستوى العالمي يمكن أن نذهب لانتخابات خامسة وثادسة وعاشرة وأن نقوم بتفكيك دولتنا حتى ينهار هذا البيت ويمكن أن نوقف هذا الجنون وأن نتحمل المسئولية هناك من يقول لنا أنه توجد إمكانية لإنشاء حكومة يمين وأن نحن من يمنع هذه الحكومة هذا كذب لا توجد إمكانية لحكومة يمين على مدار أربع معارك انتخابية وشهرين بعد الانتخابات الأخيرة لا توجد إمكانية لإقامة حكومة يمين المعادلة بين انتخابات خامسة أو حكومة وحدة وطنية لا يوجد أي منشقين ولن تكون هناك أغلبية 61 لحكومة يمين من يقول لكم أمر آخر يكذب ويكذب بشكل واضح الصباح اليوم كانت هناك محاولة علنية لإنشاء حكومة يمين بالتناوب بين نتنياهو والساعر وبيني أنا على الفور أعطيتم موافقة التجربة فشلت لأن لا أحد يثق بهذه التعهدات السيد نتنياهو لا يحاول إنشاء حكومة لأنه يعرف أنه لا توجد حكومة هو يريد أن يأخذ معه المعسكر اليميني أن يأخذ الدولة برمتها إلى معقله الخاص للانتحار السياسي في هذه المرحلة مطلوب مننا أن نأخذ أن نتحمل المسئولية وأن أعلن اليوم أننا سنسعى وبكل قوة لإنشاء حكومة وحدة وطنية مع صديقي يئير لبيد لكي نقوم بنشل الدولة من وضحها الحالي ونعيد إسرائيل إلى مسارها أنا ويئير مختلفون في الكثير من القضايا لكننا مجتمعون في محبة الدولة واستعدادنا المشترك للعمل سويا يئير أبدأ الكثير من السخاء والكرم وسأكون سعيد لأقود معه ومع جدع سعر ومع كل شركاء الآخرين أن نقود الدولة نعم أن نقود الدولة سويا حكومة كهذه ستنجح فقط إذا عملنا سويا كمجموعة نحن وليس أنا نحن سنعيد سويا العمل المشترك الذي كان السلاح السري لدولة إسرائيل كل الأحزاب مدعوة لدخول هذه للمشاركة في هذه الحكومة ولكي تنجح الحكومة سنحتاج نحن الشركاء في المفاوضات وبعد المفاوضات أن نبدي ضبط النفس لا أحد مطالب بالتنازل عن أيديولوجيته ولكن الجميع مطالبون بإرجاء تنفيذ بعض أحلامهم سنركز على ما يمكن القيام به بدل من التشاجر حول ما لا يمكن القيام به هذه الحكومة لن تميز ولن تنكل بأي شريحة مجتمعية وبأي جمهور من الجماهير هي ستكون حكومة مع الجمهور سترون وزراء يريدون إدارة الدولة يريدون العمل من أجل الدولة أنا أتوجه هنا إلى أصدقاء في المعسكر اليميني القومي وفي الصهيونية المددينة هناك من يحاول وصف ذي الحكومة بأن حكومة يسار هذا كذب كذب آخر هذه ستكون حكومة أكثر يمينية من الحكومة الحالية انظروا إلى قائمة الوزراء اعرفوا اليسار يقدم هنا تنزلات كبيرة بمنحي أنا رئيس مجلس المستوطنات سابقا وظيفة رئيس الحكومة ولصديق قدع ساعر رجل يمين واضح منصب وزير العدل لم نحيد عن مبادئنا هذه ليست حكومة ستقوم بالانسحاب من الضفة الغربية وليست حكومة تخشى من القيام بعملية عسكرية إن طلب الأمر لكل طرف من الحكومة هناك حق تصويت متساوين وحق نقد متساوين لذلك علينا أن نهدأ مواطنون دولة إسرائيل أنا أناديكم أولئك الذين يؤمنون بهذه الحكومة أن أسمعوا صوتكم لأنه توجد أمامنا مكينة إعلامية تقوم ببث الأكاذيب لزرع الخوف في قلب الجمهور أيها الجماهير هذا وقتكم لتسمع صوتكم لأن لا تبقوا أغلبية صامتة لكي لا نندم بعدها أسمع صوتكم الآن نحن ننطلق في طريقنا إذا ما نجحنا سننجز أمرا رائعا لدولة إسرائيل وفي كل الأحوال سنعرف أننا بذلنا كل جهدنا هذا أكثر قرار معقدا أخذته في حياتي ولكنني أشعر بأنه القرار الصحيح وأنا أصلي للرب أن يمنحنا القدرة على أن نميز بين الجيد وبين السيء شكرا لكم